المختبر مع صالح الحمدان مساء الخير في رحلة جديدة نحو فضاءات الفن والثقافة نفتح اليوم صفحة ملهمة من صفحات العراق الغنية بالإبداع والتجدد في هذه الحلقة نستكشف كيف يستخدم الفنانون والمثقفون العراقيون فرشاتهم وأقلامهم وألحانهم كجسور تعبر بنا نحو آفاق جديدة من التغير أو التغيير الاجتماعي وكيف تتحول الأعمال الفنية والأدبية إلى صدى يتردد في أروقة المجتمع من قلب الحركة الفنية والثقافية النابض في العراق وعبر مساحات التعبير المتنوعة من المسرح إلى الأدب ومن النقاش العام إلى الإنتاج الثقافي نلتقي اليوم بضيوفنا الكرام الفنان فاضل وتويت أمين سر نقابة الفنانين والكاتبة والإعلامية المتعلقة إلهام الجادري والشاعرة والكاتبة أو القصة والكاتبة المتميزة إيمان السماء أهلا وسهلا ومرحبا بكم سنغوص معهم في بحر الإبداع لنكتشف كيف يمكن للفن والثقافة أن يشكله قوة دافعة نحو التغيير الاجتماعي والتحول في العراق حلقتنا بعنوان الفن والثقافة والتغيير الاجتماعي بالعراق أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا أستاذ فاضل دائما يقولون بأنه الثقافة والفن قادرة على إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع العراقي وغيابها يغيب جزء كبير من التغيير المطلوب أولا مساء الخير عليك وعلى جمهورك وعلى شاشتنا شاشة الإراقية أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم بالحقيقة هي بالبداية إحنا المفروض يعني نعرف الفن يعني على اعتبار أنه شنه هو الفن حقيقة هو جزء من المنظومة اسمها الثقافة والفن بمفهومة هو عبارة عن ترفيه يعني عبارة عن كل الفن بكل صفاته اللي هي إذا كان تلفزيون سينما مسرح تشكيل موسيقى هو ترفيه الأساس به الترفيه الترفيه هو أصلا تعريفه هو عبارة عن ترفيه وسيلة للترفيه إذا كان لوحة أو أغنية أو مسرحية أو سينما أو تلفزيون فهو تعريفه أنه هو الترفيه بين قوسيين هو الترفيه من نجي على الترفيه أستاذ المجتمعات الغالبية العظمى المجتمعات اللي مسترخية اللي هي مرتاحة تشوف عندهم الفن ماخذ دوره الأكبر لأنه أكوسترخاء بالمجتمع إحنا حقيقة إذا نجي على تطور الفنون بالعراق خلي نحسبها حتى من تأسيس الفنون عدة من تأسيس معهد الفنون الجميلة على الشريف موحد دين حيدر وغيره أيضا لتأسيس التلفزيون أو التلفزيون صار بالوطن العربي التلفزيون العراق لغيره من الإذاعات الملكية الملك كان مسوي لإذاعة وهكذا المجتمع العراقي بهذه الفترة كان عنده مستوى رخاء البيوت اللي كانت أصلاً الأرستقراطية عندها تلفزيون وعندها راديو وبعدين كبرت المسألة أنه هذا الراديو دخل للمقاهي وأغلب الرواد المقاهي كانوا يتابعون يسمعونه مكلثوم يعني إحنا مثلاً عندنا شيابنا كان هو لا يعرف يقرأ ولا يكتب بس حافظ أغاني مكلثوم مثلاً يعني هذه كانت المسألة مهمة بداخل المجتمع أدى استرخاء نجي تطور الموضوع طبعاً تعرف الحرب العراقية ما هي العراقية؟ فقد استرخاءة من بداية الحرب العراقية الإيرانية يعني إحنا من دخلنا حرب كمجتمع صار الموضوع تعبوي يعني صار الفن كله موجه اتجاه آخر وأعتقد أنه غالبية جيل الستينات سبعينات يعرفون هذا الموضوع لأنه عاصرة والحرب فترة هل هل تفقنا إلى رحم الله وعندية بدل بدل فن يصير موجه سواء كان إذاعة أو تلفزيون أو تشكيل أو سينما هنا هكو مسألة جداً مهمة إنه ماكو فعالية فنية أي فعالية نعم تحتاج دعم لأنه أغلب غالبية الفعاليات الفنية ما بيها مردود مادي مثل المثل يعني يعني مثلاً إقامة معرض بفد مئتين لوحة ثلاثمئة لوحة ما بي إيراد مادي يعني هنا بدأ دور الدولة بأيام النظام السابق أنه هذا المعرض يندعم أيضاً بلشت إنتاج الأفلام السينمائية اللي هي كانت ذني أكفت فترة مع الأفلام السينمائية صارت موجهة يعني أيضاً يعني أخذت دور كبير يعني حتى جابوا جابوا ممثلين أجانب أنتوني كوين ومدرمين وغيرها مسألة الكبرى مسألة الكبرى وغيرها هنا هم أيضاً بدأت الدولة تدعم هذا القطاع وبدأ يأخذ مجاله هنا أيضاً كان موضوع كلش مهم أنه أنت الوسائل الترفيه عدنا بالعراق كانت قليلة مثل يعني إحنا عدد دور السينما مثلاً ببغداد علماً أنه تعرف أول سينما بالعراق صارت بالشطرة أول سينما بالعراق صارت بمدينة الشطرة وانتشرت يعني بالحلة أنا على حياتي اللي عايشها بالحلة كانت أكون سينماات ثلاثة أو أربعة من غير اللي كانت أكون أوادي الموظفين وغيرها بها سينما صيفية بالأقضية والنواحي كان أكو سينما صيفية أكو كل أسبوع عرض هذا كان لقلة وسائل الترفيه عدنا نعم هذه زدادت مثلاً السينماات عدك التلفزيون كان عدنا الكل يتذكر القناة الأولى كانت تقدم لنا المسلسلات حتى مسرحيات كانت تعرض لنا حتى سهرة الثلاثة أعتقد كانت تقدموا بكل ثمم أو الأغاني الطويلة الناس أو المجتمع بهذا الوقت الالتفاف نحو هذه وسائل الإعلام نعم يخلي المجتمع كله والعائلة نحن نحكي مثلاً من الأب للي عمره ست سنوات هو يلتف على هذه الوسيلة اللي هو مثلاً يبدي أنت من أفلام كارتون تبدي السهرة يعني الكل قاعد على هذا الموضوع بعدين تعرف دخلنا بالقضية الحصار أيضاً هذه يعني الطامة الكبرى اللي خلت العراق يرجع ألف سنة لوقت نعم هنا بدأ التردي بكل أنواع الفنون هذا التردي ما للفنون جهن عزيزي الوراء قبل أن ننتقل لسة إيمان هذا التردي بالفنون انعكس على المجتمع صار تردي في أخلاق المجتمع في ذوق المجتمع نعم نعم وبقوة نعم وبقوة لأنه إحنا يعني كانت العوائل إذا يعني تسمح لي نعم يعني كانت العائلة تروح على دور السينما تتفرج تتفرج فيلم الأفلام السينماية كانت يعني روادها موجودين المعارض الفنية تدري الاقتناء كان أصلاً كان أكو اقتناء لللوحات للعنامال الفنية هسا هذا موضوع طبعاً راح نشرحه طويل يعني لا تريد إحنا حتى نكمله نعم تضطي مجال الآخر يحكي بنا أنا أكمل كيامنا هيا أنا أرجع أسألك مرة ثانية على نفس الموضوع لأنه تسلسل كلامك لطيف وبفرشة عظيمة عن هذا الموضوع بس أريد أنتقل سيدة إيماني يعني يعني الآن شرحنا تقريباً على الفن إذا الروح للشعر الروح للقصة الروح للرواية الروح للكتابة للكتاب كيف ممكن أنه هاي كلها تأثر على أخلاق المجتمع ذوق المجتمع أولاً مساء الخير الأديب والفنان هو اللي يمثل هوية المجتمع هو اللي يحافظ على تراث المجتمع هو اللي يوثق التواريخ بإيده من خلال الروايات من خلال القصص وغيرها نجي بالنسبة للفن بصورة عامة الفن مثل ما اتفضل الأستاذ أنه هو تعبير إبداعي نقدر نستخدم أدوات أدوات سواء سمعية أو سواء بصرية أو سواء منحوتات أو نشوف مثلاً نرجع يعني الحقبة اللي قبل الموروثات اللي أخذناها من البغداديين القدماء أو من بلاد بين النهرين نشوف هاي الموروثات إحنا شون هاي راح نجملها بعد أكثر وشون إحنا راح نوصلها للعالم باعتباره موروث وشون إحنا راح نقدمها للوطن العربي بصورة الحلوة بالكلمات البغدادية الحلوة العراقية نعم أسا دقلت كلمات بذيئة بالأغنية مجر كلمات بذيئة بال يعني هاي السوشل ميديا وغيرها كانت تكلم عنها نعم الأستاذ الفاضل أنه هاي الكلمات إحنا ليش ده تدخل علينا يعني ما أعرف يعني شنو لا هي موروثة فما أكو رقابة هي فقدان الرقابة تأثير الفن والثقافة رأيتش بتأثير الفن والثقافة على المجتمع ذوقاً وأخلاقاً وشكلاً ملبساً على كل شيء بداية أحييك أستاذ صالح ومن منصة برنامجكم اللي تقريباً إحنا نقدر نقول كل سنة تتكرر من منصتنا إحنا اليوم كون مثلاً نشاطاء كوننا ممكن نكون دور فعال من المجتمع نحاول نسلط الضوء على معنى الثقافة وتأثير الفن والجمال منذ البدايات الأولى يعني إذا نذكر أن اليوم بدايات الإنسان هو يبدي بذرات الفن عنده لكنه حتى يطور حاله وإحنا ما نسميه بالثقافة أو التثقيف إذا رجعنا للحضارات الأول فهي من البداية من حضارة وادي الرافدين تأتي إلى حضارة وادي النيل حتى نأتي على الإغريق واليونان وما قدمت هذه الحضارات وهذا التأريخ العظيم من جمال وفن إلى اليوم أنت تقف أمامه تذهل إذن هنا شنو الرسمة؟ الرسمة صور فنية عظيمة من بدايات الخط والكتابة وخط التأريخ والتدوين إلى الألواح إلى تفاصيل كثيرة إلى الرسومات اللي هي حد اليوم أنت منشوفها بهذه الحضارات يعني ثيرك وثيرك العجب إذن هو الفن قائم على فكرة أني أنا أجد حاكي الأفضل اللي هو قائم على فكرة المحاكات اللي هي يتصدرها فلاطون وهذه معلومة يعني إحنا نقدر نقول للمتابعين بلد فلسف المحاكات أنك تنقل الصورة العادية هي موجودة بالطبيعة وتجملها إذن هنا أنا نتجت أنت فن وجمال راح يأخذ به يعني هنا أنا ثقفت الشيء وجملته وحليته إحنا هويتنا نقدر نقول أو نقول مسؤوليتنا وظيفتنا اليوم كمؤثرين إحنا ما حسمي نفسنا لا فنانين ولا مبتكرين كمؤثرين أنه ننقل الإبداع أو ننقل عن طريق الإبداع والجمال وعي للمجتمع نوجه الشباب نوجه الطفل إلى أنه يرتاد مكانات اللي بيها تبث الجمال وتبث الثقافة المسارح المعارض شنو فائدتها هذا سؤالي وأنا سأودي إبني للمسرح أو أخليه شوف لفد شيء جيد أو يقرى لك كتاب شنو تأثير عليه هو ده الثقافة هل هو فقط للترفيه لا تبنيه تبنيه ليش دعا أقولي هو الفن بحذة أول ما بديت العبارة هو التثقيف النفس أي إنك هنا من تجي الثقاف شيء تجملة وتبدي شذبة هذا التثقيف يوم أنت من تقرأ كتاب يمكن أن تشد بنفسك وتضيف بنفسك معلومة بالإضافة إلى معلوماتك فهنا هنا أنت ده الثقافة هنا هو نقدر نقول بدأ يطلع على العوالم اللي هي مبهمة بالنسبة إليه هذه المسلسل أو هذا الفيلم أو هذا المعرض شنو بيه من جديد هاي أكيد هي كله أنت ده تنشر واعي وتزيد من ثقافة ومعلومة الطفل أو الشاب كمّل حديثنا اللي بديناها وأيضا أريد تدمجنا ويا الموضوع أنه دور النقابة حضرتك أمين سر نقابة الفناني النقابة الفنانيين نقابة عريقة وبالفترات الأخيرة يبدو حدثت بيها نهضة باتجاه الأفضل إن شاء الله أكمل لك طبعا إحنا دخلنا بالتسعينات بالحصار الحصار أثر على كل الأواسط الفنية والثقافية زيان هنا تقريبا غاب دور الفن والثقافة لأنه تعرف الحصار نعم فبعد خروجنا من الحصار تعرف تأثرت يعني تأثرت الأواسط الفنية والثقافية بهذا الموضوع نعبر هاي المرحلة كلها لما بعد الألفين وثلاثة نعم بعد الألفين وثلاثة تعرف إحنا دخلتنا تكنولوجيا جديدة اللي هي تكنولوجيا السوشال ميديا نعم أو الانترنيت هذا العالم مختلف تماما عن المجتمع عن مجتمعنا لأن إحنا ما عايشين أصلا هذا الدور هو سابقين بسنين بهذا الموضوع نعم السوشال ميديا أثرت على المجتمع بشكل غريب بعدين أكو محاذير كانت إحنا عدنا يعني مثلا أحشي لك إحنا أكو نسبة من الأمية هسا بين الشباب تكاد تكون غريبة يعني صح لأن الغالبية العظمى بعد ما عنده محظور يعني لا أنت أكو جيش لا أنت أكو فتشي فقام ما يداوم ما يروح للمدرسة غيره انتشرت هذه القضية قضية الأمية بين الوسط الشبابي وهذا أثر تماما على حركة الثقافة بالعراق صارت تشمل مجموعة فقط أو شريحة فقط من المجتمع هذا بتأثير سلبي يتحمل تتحمل وزارة التربية وزارة التعليم العالي كل المسؤولية تقع على صار الفن والثقافة النخبوية ولا لا تأثير على المجتمع احنا مثلا دار ثقافة الطفل يعني قبل احنا كانت مجلتي والمزمار نعم كانت أكو هواية تفاصيل برنامج يطلع بالعراقية كان موجود كان برنامج للطفل على الرسم كانت تكون مسرحيات للطفل هذه المسائل يا أخي تحتاج دعم الدولة هذه ما يجي فرد واحد يقدر يسويها ولا منظمة مجتمع مدني ولا مؤسسة بقانون نعم أنا نقابة الفنانين العراقيين أقدم المساعدة نعم بس أنا هم أحتاج الدعم يعني أنا هسا بالنسبة لي احنا هسا صار مهرجاني أنا أخصارا توفر دعم الدولة إلها وهذا الجهد مشكور عليها السيد رئيس الوزراء الآن مهتم بهذا الموضوع موضوع الثقافة والفنون يا أخي واجهة أي مجتمع بالعالم هي الثقافة والفنون احنا عدنا مشاكل مشاكلنا يجب أن يكون لها علاج بوجود لجان مختصة علمية تبعد تعرف الخلل وين احنا أغلب مدارس الأطفال صار تهلية أستاذ أغلب الجامعات صار تهلية أستاذي هذا الموضوع مؤثر على المجتمع أنا بفلوس مثلا ابني ينجح وهذا غلط احنا نرجع على تدري درس النشيد والرسم اللغة من بعض المدارس وهذا خلال كل الشبير يا أخي أنا هذا الطفل من ناتف دي أنت مرحلة بناء الإنسان من الابتدائية هذا الطفل من يفوت درس الرسم يتعلم رسم يتعلم الذوق هذا طلع على درس اسم رياضة اسم نشيد هذا اللغن وهذا الدور يقع على عاتق تربية وزارة التربية يجب الاهتمام بهذا الدور يا أخي ما معقول احنا مثلا وزارة بيكبرها وحجمها هي مسؤولة عن بناء الإنسان يعني تعوف هذا الجانب هذا جانب جدا مهم أما إذا ترجع على نقابة الفناني العراقيين نعم نحن والدورة الثانية الآن الحمد لله وشكر نحن يجينا على نقابة متهالكة حقيقة يعني اشتغلنا خلال الأربع سنوات على بناء الفنان الإنسان يجب أن يكون الفنان أرقى ما يمكن أو أرقى ظاهرة بالمجتمع نحن لكل يتذكر أنه الفنان دائما عاجز دائما يشكي دائما ما عنده دائما كذا دائما كذا الآن نقابة الفناني العراقيين بها جلري جدا مهم جلري احترافي صار أربع أو خمس معارض جدا مهمة يعني احنا أقمنا أكبر مهرجان للتشكيل العراقي بمعرض فضاءات حرة بقاعة كولبانكيان اللي هي أربع قاعات أكبر قاعة بالشرق الأوسط هي كان مهرجان جدا مهم أقمنا مهرجان للموسيقى في الموصل بعد التحرير هذا صار مهرجان العراق الموسيقى الأول مهرجان السينما العفو الهيئة العربية المسرح يقيم أيضا مهرجان الفيلم العربي أيضا يقيم نحن نأسس لكن أسألك سؤال إيدك وحدها تقدر تصفق أنت ما تقدر تصفق بإيد واحدة أنت تحتاج دعم أكبر من هذا أكبر من هذا حتى أنت تسوي توعية للمجتمع هذا أولا وثانيا يجب أن تصير سيطرة وأن يكون جزئية أو بسيطة أو توجيه نعم للسوشال ميديا حتى تشوف الطفل هسه إحنا ما عندنا محاذير الطفل أي واحد عندنا بالبيت عمره أربع سنين عنده موبايل وما عندنا محظور نهائيا بالسوشال ميديا يروح يفوت هسه ممكن أنه أي فضائية تبث من أي مكان بالعالم تسمم أفكار هذا الطفل ممكن يتفرج وتسمم أفكار أسأل أيضا سيدة إيمان عن مسألة أنتم كطاقات أدبية المجتمع شون جاي يتقبلكم وين ميادينكم هل متوطرة لكم الميادين المناسبة للوصول إلى جمهوركم إلى المجتمع إلى التأثير بالمجتمع الأديب بصورة عامة هسه يعني أقو حركة قوية مثل ما قال الأستاذ أنه خاصة نقول إحنا العشر السنين اللي مضت أنه أقو حركة أدبية بحيث برزت أدباء حتى بعدهم شباب أنه كتبوا الرواية كتبوا الشعر خاصة التجهو للشعر الشعبي اللي يوصل في أذوبة في الشيء اللي يعني يحرك مشاعر الناس باستخدام الموسيقى نشوف بالمحافل الكثيرة يعني بالفرح وبالحزن نشوف استخدموا هذا الشيء لكن أنا أشوف بالنسبة لدور النشر ماكو محاذير له يعني أي واحد يجي بصراحة يعني أي واحد يجي يطبع بدون دراسة الكتابة بدون فنشوف كثرة الكتب يعني اللي هي يعني طبعها صارت سهلة يعني يطبع مثلا ورقتنا وهذه بدون دراسة أو بدون ما تدخل لجنة لشوف المحتوى شنو هذا ما الكتاب يعني شون شوفين أثر الإعلام بشكل عام بتشكيل الوعي بما فيها أعلام السوجيال ميديا بتشكيل الوعي المجتمعي أستاذ العزيز إحنا أحيانا نشتغل بسلك يعني صعب ترى الإعلام تكتشف كل ما تخوض به هو صعب وخاصة للأنصر النسوي تبقى تمشي ضد التيار موج وأنت تمشي تريد تثبت هوية صحيحة معتدي لإنسانية حقيقة لأمرأة تخوض بهذا المجال دون مثلا سوداوية الوساط أو النظر السوداوية عليه يعني تعاني فبعيدا عن حسحس والسوشيل ميديا واللي تقدمه دولي جوي بسطاء وانتشروا ونقدر نقول أو انشهروا ببساطةهم دولا موجودين في كل دولة وفي كل مجتمع المشكلة الحقيقية أنه دولة إذا يمكن استاذ فاضل يأيدنا بالرأي في كل مجتمع أكو ناس بسطاء أكو ناس طرحة بسيط لكن أنت تسيد المشهد الثقافي أنت تمشي لهذا أقول هو أولا هو موهي يجعلونا شوي أهمية أن الناس لازم تعرف يعني نحن بالفترة بالآون الأخيرة حقيقة قبل يعني سنة ونوص تشكلت لجان للرقابة على السوشيل ميديا يعني نحن بصراحة بعد أن يعني هوايا صار أكو طرح على هذا الموضوع أكو جدوى من هذا الكلام أمضبط صار توجه من مجلس القضاء الأعلى أستاذ فاضل أكو جدوى من مراقبة السوشيل ميديا نعم هسا راح أقول لك هسا راح أقول لك هسا سمح لي راح أقول لك تمام أكو توجه صار من مجلس القضاء الأعلى من الأستاذ فايق زيدان بتشكيل لجان لرقابة السوشيل ميديا حقيقة تشكلت لجنة برئاسة قاضي من مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من وزارة الداخلية الأمن الوطني نقابة الصحفيين نقابة الفنانين اللي هي سوىت الشغلة مع المقتوى والهاب نعم هذا الموضوع خلى كل واحد عندنا مسؤوليته بصراحة إحنا نقابة الفنانين العراقين سجننا ناس يعني أكو فنانين اللي أتجاوز أو أساء ستة شهور نسجن نعم مع دفع غرامات تكسر ظهر استاذ إحنا اليوم لازم نحط ننقل فعلا بدينا نحط جميلة النقاط على الحروف نعم أنت تمتلك الحرية ولكن أنه تمتلك هذا من حدود لا تشوهن مشهد ما محطولة أنه أنت تأخذ كل حريتك وتروح بيها للشارع يعني أكو جدوة من وضع رقابة على السوشيل ميديا بكل مكانك محظورات بس خلي أرجع للسيدة الهامو على نفس سؤالنا أكو أثر تشوفينه للإعلام للفن للثقافة على الناس متأثرة طلاب عندش أنت تتقنوا يا ناس كثيرة أكو أثر أكو وعي الإعلام الفن جاي يسبب وعي للناس لو بعيد عنها ما بين البعد وما بين النهضة اللي صارت واستحدثت وكانت حقيقة يعني هي بدعم من الحكومة وشي مفرح وبانتقاله ما بين اللي إحنا كنا عاشيه والأوضاع والظروف الصعبة لكن أنا لازلت أقول أنه الجمال والإبداع والفن هو وليد المعاناة الفن يأتي من رحم المعاناة فالعراق اليوم بعد هذه المعاناة كلها اللي عاشها ممكن وحقبة سودت حتى الجمالي سودت الفن شوهت الصور الجمالية شوهت معنى الأغنية معنى الجمال بدت أكو اشتياح نوعا هذا التشوه مؤثر على المجتمع مؤثر على الماس فلاذا أقول لك أننا نسير ضد التيار يعني مجرد ممكن أنت تريد تطرح فكرة معينة تجد الكثير من ردود الأفعال السلبية أنت مكلمة هذا عاش حقبة طويلة جدا أنا أسميه عصر مظلم عصر مظلم شوهت الفن شوهت جمال تحت وصاية معينة تحت فكر معين نتوغل فكر معين نحن أدنا فن حتى الشوه ووصل للعالم مشوه التشكيل والمسرح المسرح لحد هذه اللحظة من تأسيسها لحد هذه اللحظة ما دخل على مهرجان إذا ما جاء بالعراق جائزته وإجه هذا واحد الثنين السينما العراقية انتاجها جدا قليل ما بها يتشويه جدت صارت مرحلة السكرين ومرحلة السكرين بها أفلام عراقية جدا مهمة الثلاثة التشكيل العراقي من تأسيسها وليحد هذه اللحظة وأنا مسؤول عن كلامي لم يشوه وإن يكن بنقطة واحدة أربعة الموسيقى العراقية هنا الخلل أكو إحنا أكو دخلاء على المناء العراقي اسمحي لي خل أكمل أكو دخلاء هذولة إن شاء الله مثل ما أنت تفوتين الحديقة وتلقين بيها الثيل وبي أخذوا حقبة طويلة أكو أشياء أخذوا مساحة مساحة من الأمر العراقي هنا سمحي لي هنا بالموسيقى بالموسيقى أكو الغيث وأكو السمين وحتى سابقا همين تسمعين اللي تطربين عليه واللي ما تريدين مثلا نحن سابقا أكو أغاني كانت الكل يعرف نحن بفترة السبعينات والثمانينات وحتى الستينات اللي يطلع يغني مثلا للأغنية العراقية اللي هي شعر شعبي واللي يغني مثلا التقاطق البغداد يعني ما أسمع التقاطق ما أسمع هذا كل جميل خلص لا كل جميل كل من إلى لونة هذا الزوك وهنا الزوك هنا الزوك نحن مسؤولون عن أنا قناة العراقية مسؤول عن ذوق الذوق العام أنا شطلع عندي بالعراقية حتى يتفرجني المتفرج العراقي أنا مسؤول عنه خلي ننتقل إلى فقرة أخرى خلي نشوف كان عندنا معرض بغداد الدولي وهذا مكان يعني مهم وسنوي الدورة الرابعة لمعرض العراق الدولي الكتاب عدد دور النشر 350 محلية عربية وأجنبية شعارها هذا السنة كان صارت تسمى فلسطين للتضامن مع فلسطين الأنشطة عبارة عن ندوات حوارات فعاليات فنية وفكرية ستي من قبل شوية حضرت ذكرت المربط والآن نذكر المعرض رئيش بالمربط ورئيش بالمعرض المعرض خاصة معرض العراق شهدنا تطور وشهدنا دور نشر جديدة من مصر ومن سوريا ومن دبنان اللي جذبني بمعرض الكتاب أكثر شيء أنا جذب بصراحة لي قصص الأطفال نشوف أقو قصص أطفال رواد من العوائل يعني يعني اللي أشوف شفتها رواد كثير من العوائل أطفال يشترون قصص هذا هاي شغلة حلوة يعني أنا أشوفها كمؤثرة في المجتمع نعم فعلا عدد الأجنح اللي بيها دور الأطفال وارع وكبير أنه السومات التلوين الرسيم حتى مجسمات علمية هم البذرة الأولى يعني ضرور الاهتمام بي قبل شوية حشتي عن موضوع المربض خليين نرجع لشويته نعم خوش بي سوالي في المربض يالله اي سيدة الهام يعني رأيت مجمل المعارض بالأونة الأخيرة هواي صارت لدينا معارضهم من ضمنها معارض هذا الكتاب حضرتش يمكن مشاركة بي كتوقيع كتاب اي اي نعم توقيع كتاب وحدثتني أقراطة سيقولون هذي سولى دعاية نعم وسأعتقد أغلب العالم سحاليا لا احنا سوى دعاية قلنا نصير دعاية للفن وللأدب اكيد هذا ما حقيقة ان المعارض واشتياحها بكثرة وتكرارها وحتى فترات قصيرة يعني هنت تخليك بصخبها يعني اليوم المواطن اذا ما وصلت لفكرة او وقت كان عنده المعرض اللي قبله جاء معرض العراق ومن ثم هناك مهرجان وكثرة هاي المهرجانات وهذه العروض هي يعني تتعل من بغداد متألقة كلها وهج تعكس صورة انت اليوم كإعلامي تعكس صورة لهذا البلد اللي هو انتفى واننا مرين بحقمة مظلمة شوهت الكثير من الأمور شوهت جماليات العراق العراق والبذرة الأولى هو بلد فن هو بلد عظيم وهذا الشي توصل لليمرحلة انه ناس ما تعرف بالخارج وبره انه هو صاحب القلم الأول والكتابة الأولى كيف انت بدأت هسه هذي الأمور تظهر على الساحة وما ننسى يعني احنا خليجي اللي مر بكرة القدم كيف نقل انطباع للشخصية العراقية وللعراقي ولحضارة العراق وتراثة هذا المتنبي الجميل وهذه الشوارع العظيمة نقل صورة شعبية كبيرة صحيح شعبية وثقافية نعم ورصد صور جمالية حتى الشارع بس خلي نرجع أيضا الأستاذ نستاذ فاضل مسألة المهرجانات المهرجانات المسرحية والسينمائية أيضا مثل ما قالت سيدة إلهام تعكس يعني نظرة إيجابية غالبا عن المكان الدولة اللي تقام بها رغم أنه المهرجانات السينمائية والمهرجانات المسرحية مو مثل كرة القدم شعبية عطاغية لها نخبتها وإلها الناس المهتمين صورة العراق كبلد في هذه المهرجانات جيد تكون مؤثر جيد تكون بها بعيدة يعني هو بدون شك يعني أنت من تجي مثلا تستقطب عدد كبير من مثلا إحنا خلال هذه السنة 24 شهر الواحد عندك مهرجان الهيئة العربية للمسرح اللي هو أهم مهرجان يقام بالوطن العربي الهيئة العربية للمسرح اللي هو انعقد هسا بشهر الواحد من 22 سنة لم تدخل إلى العراق بسبب مخاوف مخاوفهم الآن دخلوا إلى العراق في الشهر الواحد هذا هذا انعقد صار هذا شهر الواحد المهرجان العربية المسرح نعم بالتعاون مع لقابة الفنانين ووزارة هذه الدورة 22 بالضبط نعم الناس كان أكو 600 مدعو من كل الدول العربية أنت تعرف مثلا الفنان من يقعد بمكان أو يقعد ببرنامج أو يقعد من جاي يشوف اللي شاف يعني صح احنا اكو صحفي مصري يجي اللي هنا للعراق ده غيرت نزل بالشارع يمكن هذا سوى واحدة اللي ما مسوي احنا من عشرين سنة نعم صحفي مصري يفتر بالشوارع وينزل على السوشال ميديا فبمعنى آخر أنه كان إلى تأثير قوي وأيضا تغير سمعة العراق إلى شيء آخر أنه مهرجان الفيلم العراقي اللي هو انتهق قبل أيام هذا أن المهرجانين خلال شهرين نحن ستشار الواحد والثنين ضد ضبط مهرجانين مهرجانين كبرى هاي كبرى المهرجانين كبرى شنو عدنا بعد فعالية إضافة إلى هذا انت تدري يعني احنا اغلب المحافظات تصير بها مهرجانات بس احنا عدنا فتخلل مع احترام الشديد لكم وللعراقية القناة الوطنية الراعية المفروض لكل الفعاليات احنا عدنا بالمحافظات اكو مهرجانات مهمة جدا وأيضا يجوها عرب يعني ايضا هو مهرجان محلي لكن بضيوف عرب بفنانين عرب بفنانين اجانب بالنجف اكو اربع مهرجانات تصير للمسرح وغيره وغيره بكركوك تصير بكربلة صارت بالبصرة صارت اكو التغطية الاعلامية احنا عدنا بها خلل يعني شوف احنا اي فعالية يعني بالعراقية التغطية الى حد ما جيدة عدنا مكاتب المحافظات عدنا مراسلين نشطين احنا بدون ازعل ما بيش يعني حتى احنا حتى تصل الفكرة اسمع فكرتي للاخر حتى تصل الفكرة يجوز للاخرين يعني عندي مهرجان اربع ثيام مثلا بالنجف خلي نقول لي اشنون اسوق المهرجان هذا عن طريق القناة الراعية اللي هي القناة الوطنية اشنون مهرجان صغير ونقين كبرى بتونس يصير سبع تالاف قناة تروح له ونقل مباشر رحم الله والديك انا هذا الموضوع اتمنى اتمنى انه يصير اكو تنسيق على هذه الاشياء او هذه اللي قيم المهرجان ايضا علي انه خلي انا دافع لك عن الاعلام شوي اللي قيم المهرجان علي انه ينسق ويوسائل الاعلام بصورة جيدة حتى تصير اكو تعاون تدري ليش شوف الصحفي او المراسل اصلا يراد لموضوع فمن يلقى لمهرجان مسرحي وبمحافظة ونجوم وضيوف هو يركض علي بس مرات المسألة يراد لها تنسيق ايضا يعني والتمام ايضا احنا القصد احنا بالنتيجة احنا نريد ننهض بواقعنا بلا شيء سواء كان ايش احنا اسألتك سؤال ضع بالشرح شرحك كان لطيف تقصدي انت قلت عبارة بالتأكيد اكو تأثير اكو تأثير واضح للمهرجانات لا لا فهمت عن هذا الموضوع بس انت قلت فت عبارة لطيفة انه احنا باول شهرين مهرجان نعم باقينا عشرة شهر عندنا مهرجانات قادمة طبعا اكو شيء تنوه اننا عاقدين اجتماع للمجلس المركزي لنقابة الفناني العراقيين المركز العام طالبنا بمهرجانين راح نطالب دولة رئيس الوزراء احنا اقمنا للمسرح مهرجان نعم للسينما مهرجان الان صار علينا حق انه نقيم مهرجان للتشكيل العالمي ومهرجان للموسيقى العالمي نعم فهذه المهرجانات ممكن تتحمل ايضا احنا بالنقابة عندنا ايضا يعني عندنا عروض عندنا المعرض السنوي عندنا معارض شخصية لفناني الكبار هاي هاي الاشياء يعني اعتقد انه هي هي دور النقابة اضافة الى دور دور مؤسسات اخرى نعم يعني احنا نعم شراكة احنا الايد الوحدة ما تصدق ما تصدق نعم نحتاج ايضا معونة المؤسسات الاخرى هاي المهرجانين اللي حضرتك حشيت نعم اكو حضور عائلي مثل ما شوفنا معارض بعض طبعا راح احسيلك فتشيست الهام يمكن قبل شوية حشولت بالاذا سمعتها هي وسط ايمان نعم اني كان الي فيلم بطولتي نعم الناس همزين اختاروني مثلت فيلم نعم المسرح الرشيد فول يعني ما تتخيل انه احنا مجتمعنا جيد متعطش لإقامة الفعاليات الفنية فاحنا من مسؤوليتنا انه وانحنا ما زال عندنا هاي الامكانية لازم نسويها يعني لازم لانه الناس بحاجة الى هذا الموضوع احنا فعالياتنا الفنية قليلة واعتقد انه تشوفون مثلا احنا على مستوى الطوبة اللي ست الهام ذكرتها شفت الجماهير جيد متعطشة لشيء هو للعراق اني من اسوي مهرجان او عرض سينما يعني اليوم الخميس باتر عندي جلسة لأحد المغتربين من المغتربين الموسيقيين اللي مقيم بلندن مهمة جدا راح يجون تعال شوف الحضور هسنا هذا الخبر للعراقية باتر خليجون يصورون يشوفون الحضور شون راح يصير بالاضافة الى هذا احنا عندنا اماسي رمضانية احنا نحتفي بمطربين نحتفي بفنانين نقاب نشاطات جميلة اماسي رمضانية مهمة انت ممتع سونا مسرح العام ممتع سونا مسرح صغير على الشرط جبنا 200 كرسي حقيقة بالشارع جميل جبنا 200 كرسي تتخيل الحضور 600 بحيث راح نشترينا بعد 400 كرسي عذر لقاطعك استاذ فاضل تحتاج الى دعاية او اعلان اكبر لنشاط النقاب حتى يجيني 2000 وانا عدي 600 كرسي قصدي داب لك يعني اينا نسألك طلبة وكذا يسألون الفعاليات المهور متعطش متعطش يسألون نعم جدا وهذا قلت لك يعني مو بس النقابة احنا نعم اخذنا دورنا ودور غيرنا اكو ايضا مبادرة حكومية مهمة خلي نحشى عنها وخلي نسأل الاساتذة ضيوفنا عنها مبادرة حكومية لدعم الثقافة مبادرة حوالي 13 مليار ونص تينار عراقي الاهداف والتوقعات انه تحقيق طفرة نوعية في تطور السينما والادراما العراقية تعزيز الاعمال العراقية الفنية عالية الجودة دعم ادب الطفل والفنون التشكيلية والموسيقية سيدة الهم الى اي حد هذا يعني هايش مبادرات ممكن تسهم بدفع العجلة الامور الى الامام خاصة احنا هدنا يعني توقفات بسنة الاربعة عشر للسبعة عشر للثمنتاعش هيام حرب داعش احنا يعني منقول عودة النشاط والجمال والسينما والفن العراقي لان هي ارض الفن حقيقة لكن نهوضها بعد سبات مثل ما تعظلت يعني هو العراقية هاي صورت يعني منذكر انه الافلام السينماية اذا تذكر سعاد عبدالله يمكن اسمها لا زكية داقوقة ومناوي باشا البطلة ما انسى اسمها كانت افلام يعني كانت يعني السيرة كتقول ليش هاي ما موجودة هسا هاي الافلام السينمائية وشون كان التمثيل تلقائي وعفوي وشون كانت البساطة بالصورة هو العراق ارض فن او ارض جمال ارض الحان عظيمة ارض صوت جميل حتى الاغنية العراقية اليوم هي هسمن تضرب ترى ماذا تضرب حتى الاغنية احنا نقول عليها مستوها هابط هي ماذا تضرب من بلاش ولا هي تصير ترند من بلاش لا بها كلمة انت بجرد تركز بها تلقى بها كلمة ببساطة ثيرك يعني بالاضافة الى اللحن حتى اللحن الخفيف هذا هو استقطب العالم كله اليوم هذه المهرجانات هي اكيد رح تنقل صورة الوعي عند المثقف العراقي كسينمائي وكفنان وكملحن وكموسيقي وككاتب بالعكس حقيقة دورة رئيس الوزراء اليوم بهذا الدعم كنا انشيد به وكنا سعداء بهذه الانتقالة وبهذه الفرص اللي ده تنطرح اليوم على الشارع العراقي نعمة جادر الكاتبة والإعلامية شكرت شكر جزيل أنا ما صار عدي وقت بعد كافي أريدنا نسأل الأستاذ فاضل وسيدة إيمان فاضل وتوت أمين سر النقابة الفنانية نشكرك شكر جزيل على وجوده إيمان السماء الكاتبة والقاصة نشكرت شكر جزيل على وجوده شويانا ختاما يعني من خلال كلامنا اللي حجينا تقريبا يعني نصل إلى ختام هذه الرحلة الغنية والملعمة في عالم الفن والثقافة في العراق ومن خلال حديثنا اليوم مع ضيوفنا الكرام فاضل وتوت والهام الجادري وإيمان السماء تبين لنا أن الفن والثقافة ليس مجرد وسائل للتأبير الإبداعي بل هما قوة حية قادرة على صياغة الوعي الاجتماعي دفع عجلة التغيير نحو الأفضل من الفعاليات الثقافية اللي حجينا عنها اللي تجسد التضامن الوحدة صورة العراق الناصعة مبادرات الحكومية أيضا يمكن ما لاحقنا نحشانها بشكل واسع هي تسأل طبعا لتحقيق طفرة في السينما والدراما والأدب يظل الهدف واحد هو إنعاش الروح الثقافية وترسيخ الهوية الوطنية العراقية لقد أكدت لنا المناقشات هذه أهمية العمل المتواصل لدعم الفنانين ودعم الكتاب توفير منصات التي تمكنهم من مشاركة إبداعاتهم مع العالم في أمان ترجمة نانسي قنقر في خضم التحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية في مطلع القرن الماضي ومرافق ذلك من تطورات ساهمت فيها أحداث الحرب العالمية الأولى والثانية بدأت تتحرك الرؤى باتجاه وضع يجمع الأطراف العربية بأي تصيغة كانت العراق كانت خطواته واضحة بهذا الاتجاه وربما سبق غيره حيث قدم رؤيته بشأن إيجاد ما عرف حينها بالاتحاد العربية بمضامين أشارت لضرورة الحفاظ على استقلال العربي ووحدتهم كما طالب الأمم المتحدة التصريح بذلك أرادت بريطانيا أن تجددها كيان عربي خاضع لها بكل الوسائل لتجابه النفوذ الأمريكي والنفوذ السوفيتي في نفس الوقت فبادرت إلى الدعوة ما أقول الدعوة وإنما شجعت العرب على الاتجاه نحو الوحدة العربية وكلمة الوحدة العربية طبعا في ذلك الوقت كانت كبيرة وغير ممكنة فصار التداول بين عدد من الدول العربية مصر والسعودية والعراق والأردن ولبنان وسوريا لدراسة هذا الموضوع وتشكلت لجنة في الإسكندرية لوضع اللمسات أو الخطوط العريضة للتشكيل بالمستقبل واستطاع اجتماع الإسكندرية أن يضع مثل البيان التأسيسي للتشكيل العربي وأتحرك